نروح بقى مع حضراتكم دولاتي للصحافة الرياضية مقر جريدة الجمهورية موجودة هناك زميلتنا العزيزة نورهان طمان اللي حتقول لنا على آخر المنشتات وأهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف المواقع وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بالجريدة صباح الفل عليك يا نورهان تفضلي يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت يا كريم احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ومعانا طبعا أستاذ حسام الغرباوي الصحفي بجريدة الجمهورية زي ما قلت يا كريم للتعليق على منشطتنا وأخبارنا وأول منشط معانا من موقع القاهرة 24 اليوم كاف يجتمع لتحديد مواد ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية أما تاني منشطة فمن جريدة الجمهورية برونزية محمد إهاف الأولمبياد تتحول إلى فضية وآخر منشطة معانا من جريدة الشروق الاتحاد السنغالي علينا الحزر مصر مرشحة للتأهل إلى كأس العالم دي يمكن طبعا منشطتنا اللي معانا النهاردة وللتعليق عليها معانا طبعا النقد الرياضي أستاذ حسام الغرباوي الصحفي في جريدة الجمهورية برحب بحضرتك معانا عشان في قناة نادي الآن يمكن أول منشطت معانا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحديد المكان أو البلد اللي هتستضيف هذا الحدث يمكن في تقرير موقع القاهرة 24 قال أن مصر من أبرز البلاد المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس الكونفيدرالية تعالية حضرتك شي طبيعي طبعا أن تبقى البصلة متجهة نحة مصر بقوة يعني طبعا مع الاحترام من الجزار أو كوتفور أو أي دولة تانية لأن مصر طبعا حققت نجاح باهر جدا وقت كورونا وقدرت تستضيف كاس العالم لكرة اليد بجميع الإجراءات الاحترازية الرائعة اللي أبهرت العالم حتى اليابان قدرت تستضيف الأولمبيات أو اللي فاتت بعد ما مصر ديتها الدفع المعنوية الكبيرة فمصر تمتلك قدرات كبيرة وخبرات طبعا بعد اللي حصل ده فأنا شايفها بصراحة من وجهة نظري مش عشان أنا مصري إنما تستحق لأننا فعلا نمتلك الإمكانيات طيب تاني منشط معانا ويمكن أزمة المنشطات دايما في الألعاب أو الدورات الأولمبية لم ولن تتوقف يعني ربع كازاخستاني بيتم سحب الميدالية الزهبية منه وزن 77 يمكن ده زي ما قال طبعا تقرير الجمهورية وبناء عليه بيقفز بطنة المصري محمد إهاب من ميداليته البرونزية لميداليته لميدالية فضية أزمة المنشطات في الألعاب الأولمبية بشكل عام حالك شايفها زي طبعا هي مش هتنتهي ولكن طبعا من خلال الإجراءات القوية والردع القوي ده أكيد هيبقى في اللعبين أو الربعين أو أي لعبة تانية أكيد هيبقى واخدين بالهم في البطلات القادمة لأن احنا شايفين هو فيه قرار تم اتخاذه تم استبعاده وحرمانه من الميدالية الزهبية ولكن الحمد لله ده حصل عشان ربعنا وبطلنا محمد أنه يحصل على الفضية لأن ده طبعا هتدي له دفع معنوية قوية جدا خاصة بعد حرمانه من توقيه قبل كده بسبب أن كان في مصر في عقوبة يعني ولكن ده إن شاء الله هتدي له دفع معنوية قوية وإن شاء الله بإذن الله جايخد الدهب بإذن الله طيب يعني طبعا مواجهة السنغال ولا صوتها يعلو فوق صوت مواجهة السنغال إن شاء الله المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في طبعا المباراة الفاصلة اللي هتحدد من المتأهل لمنديال 2022 حريك شايف المباراة دي إزاي والناس كلها منتظرها بفارغ الصبر والخوف والقلق والتوت لا طبعا إحنا هي أكيد هيبقى مراققوية جدا لأن طبعا إحنا بنفس على التأهل للمنديال بشكل كهو إحنا شفنا المباراة في الأخيرة ما بيننا وبين السنغال كانت قوية جدا وده شيء طبيعي ولكن أنا بإذن الله تمنى طبعا مصر تفوز ولكن من خلال إن إحنا نبقى السنغال بقى كتاب مفتوح زي ما بنقول شايفينه كويس عندنا أوراقنا ربحة كبيرة جدا وفقدتهم محمد صلاح وده شيء طبيعي أن هم محمد صلاح حسين مين اللاعب الحراك شايف أنه يكون لي دور كبير في المباراة دي طبعا دي ما مقفش أكيد هيبقى ليه دور كبير جدا زيزو يعني كان قدم بشكل كوي جدا وهيبقى طبعا أمالنا مع مصطفى محمد بإذن الله هيكون ليهم دور كبير طبعا إحنا عندنا خط النص السولية مع النيني هيقفل لنا كويس مع طبعا الشناء وإن شاء الله فأنا شاف أن إحنا قريبين جدا شرط أن إحنا نشيل من دماء نحن أن السنغال أو مصر من أقوى دول أفريقيا وإن شاء الله هتحقق ده خاصة أن إحنا تطورنا كتير وأغلب لعبينا بقوا محترفين في أكبر دول العالم فإحنا إن شاء الله بإذن الله أقرب خاصة أنك روش بقاري كويس أو السنغال بإذن الله وإن شاء الله نحقق الفوز إن شاء الله نحققوا من أرض الوطن قبل طبعا ما مباراة العودة يوم 29 من رشكل حالي جدا يا أستاذ حسام معنا شكرا يا فاديم شكرا دي كانت طبعا أبرز منشطتنا وتعليق الأستاذ الناقد الرياضي أستاذ حسام الغربوي على المنشطات اللي معانا شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو نحن نشكر جزيلا شكرا على هذه التغطية الصحفية المتميزة وصباح الفل عليك وعلى ضيفك الكريم